موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتنا مشاريع مصريب ابقار كندية. النهاردة ان شاء الله هنعمل غسول الوجه لعلاج حب الشباب. ولتنظيف الوجه من الجلد الميت وخصوصا البشرة الدهنية كمان بيقلل الزيت جدا فيها. وبرضو لان تخفيف الجلد الميت كمان بيقلل التجعيد. فهو برضو ليه كذا كذا استخدام. كمان آآ بيعطي آآ تبييد للوش يعني للوش كده تخلي الوش مفاتح جدا كده بعد الاستعمال الغسول ده. فهو ليه كذا كذا استعمال بس هو اساسا للأكني والأيلي آآ اللي هي البشرة الدهنية. الأكني اللي هو حب الشباب والبشرة الدهنية. طيب انا هو هعمل ايه هنا المقادير بسيطة جدا جدا وزي ما انتم متعودين مني المقادير بتكون بسيطة طبعية آآ نحطها في التلاجة لاستعمالها لمدة شهر تبقى تمام وانا قبل الشهر هكون اكيد مستخدمها. طيب ايه هو اللي انا عايزة هنا المقادير مقادير بسيطة جدا زي ما احنا شايفين. انا عايزة عسل نحل بسيط. اي عسل نحل اي نوع عندك. عايزة آآ شاي اخضر. سواء بكتات او سواء بودرة. يا بكتات يا بودرة. عايزة شامبو اطفال. لازم يكون شامبو الاطفال اللي هو بتاع الاطفال. لازم يكون مخصص للاطفال. وبنلاقيه طبعا. ليه للاطفال? عشان بيكون آآ المادة كيميائية بتاعته بسيطة جدا. يعني على البشرة ما يقزهاش. هو ده لازم يكون للاطفال. عشان التاني بيبقى مقادير كيميائية بتاعته جديدة. فطبعا تقدر تتعب البشرة. خلاص كده انا الموضوع كل اللي انا عايزة هنا ان شاء الله. انا عايزة كباية مية مغلية. ادي كباية المية المغلية. احطها هنا. وابدأ عايزة تلات بكتات من الشاي الاخضر. انا عندي هنا بكتات شاي اخضر. انا عايزة تلاتة منها. لو خفيف شوية احنا بتاعنا خفيف احط اربعة. يعني ايه تلاتة ايه اربعة. تمام? الشاي الاخضر ده. ليه? علشان آآ آآ هسيبه بقى كده البكتات اللي هي بتاعت الشاي في المية المغلية لمدة نص ساعة. ايه? يتلون الشاي والمادة الفعالة بتاعت الشاي الاخضر تنزل في المية. وصفيه واطلع البكتات دي منه. ارجع لكم بعد نص ساعة نكون ايه الشاي الاخضر بقى عمل فعالياته في المية المغلية. وايه? وارجع لكم ان شاء الله نشوف باقي المكونة. تمام. خلاص هنا كده انا سبت اللي هو الشاي الاخضر البكتات لمدة نص ساعة في المية المغلية. وانا بحاول انزل منها اللي هي المادة بتاعتها اكتر. يعني اهوت كده. اهوت. اطلحها عشان اطلحها. اروح منزلها منها المادة بتاعتها. يعني في مادة كده بتبقى مركزة جوه. ما نزلتش. فبنزلها. تمام كده. هنا. تمام خلاص كده. انا هنا الشاي الاخضر بقى ابدأ احط عليه باقي المكونات بتاعتي. باقي المكونات بسيطة جدا. انا عايزة اربع معالق من شامبو الاطفال. اربع معالق من شامبو الاطفال. اللي هو قلنا اي نوع جونسون او اي نوع شامبو اطفال بيبقى خفيف جدا على البشرة. اربع معالق. الغسول ده يا جماعة لازم نستخدمه كل يوم مش اقل من تلات مرات. عشان اه نتيكتو الفعالة جدا موضوع الاكني. انا ابني كان عنده موضوع حب الشباب ده. وكنت بخليه يستخدمه جدا لمدة تلات مرات في اليوم. بس طبعا يعني مش هقول ان هو الاساس. بس جنب كان بياخد مضاد حيوي. لانه المضاد الحيوي قوي جدا ان هو بيعالج المشاكل بتاع حب الشباب من جوة الجسم نفسه. بس كان ما بيستجيبش غسول من برة هو بيستخدم الغسول ده. قد ايه بشرته صفيت خالص وما فيش اي مشاكل في الايه الموضوع حب الشباب. تمام هنا كده انا خلاص انا دوبت فيها الايه الشنبوب بتاعي. هو. وببدأ بقى احط الايه العسل النحل. عسل نحل انا عايزة منه معلقتين كبار. عسل نحل. وعسل نحل كلنا عارفين فوائده للبشرة. ادي معلقتين كبار عسل نحل. تمام كده انا قلبت المكونات. المسحوق عندي جاهز. اللي هو الغسول عندي جاهز بتاع البشرة. هستخدمه زي ما بقول تلات مرات فيه اليوم. آآ هيصفي البشرة جدا في موضوع حب الشباب. آآ اللي عنده بشرة دهنية. هيشيل اي دهون بتبقى على البشرة. آآ التجعيد وتنظيف البشرة من الجلد الميت ويعطاء مظهر آآ اللي هو تنوير البشرة كده. هو ده الغسول ده بينور البشرة جدا. اللي عندها حفلة ولا رايحة مكان. وبتستخدم الغسول ده هتحس فرقي جدا في تنوير البشرة. بس هنا كده انا خلاص قلبت المكونات. هبدأ اخطها في البطلز بتاعتي اللي هي الصغيرة دي. عايزة كزا واحدة. وخلاص كده انا هحطهم في الباقي وارجع لكم. خلاص انا هنا كده مليت تلات ازايز صغيرين اهوت من الغسول بتاعي. بتاع البشرة. وفاضل عندي كمان يكمل ازازة كمان. بس انا لسه بصراحة ما عنديش ازازة كمان. فهحطه في ازازة كمان. يعني المقدار ده يعمل اربع ازايز آآ كلينز للايه للبشرة. غسول للبشرة. آآ بس اتمنى اكون آآ فتكم معلومة ده جزء طبعا من مشروع التجميل. مشروع مستحضرات التجميل. اللي هي افكارها كتير جدا جدا جدا. يعني بس ربنا اويكو علي موضوع الافكار دهية ان شاء الله. آآ بس اي استفسار اي حاجة هو بيتحط في التلاجة زي ما انا قلت. واي حاجة طبعا يتحط في التلاجة لمدة تلاتين يوم. وبس استخدموه تلات مرات في الاسبوع آآ سوري تلات مرات في اليوم. ان شاء الله حيحسوا فرق جدا للبشرة الدهنية والبشرة اللي عندها حب شباب. والتفتيح البشرة اللي هو يعني تنورها مع آآ آآ تخلص من اي قصار التراب واللي احنا بنشوفوه برا آآ بينضف البشرة جدا جدا بعمق. بس ان شاء الله استنونا دايما في مشروعات متنوعة بازن الله. ان شاء الله هنعمل قريب آآ آآ اللي هو الكريم بتاع اللي هو بيسموه كعب الغزال بتاع البنات. آآ الكريم ده جميل جدا والبنات كلها بتعملوا مكوناته بسيطة جدا جدا انتم نفسكم هتتفاجئوا به. آآ حنعمل ان شاء الله برضو اللي هو الروج برضو من مكونات طبيعية جدا من البيت. آآ حنعمل مية الورد ان شاء الله. ومية الورد لها تكنيك معين آآ مش اي حاجة نستخدمها. لها تكنيك معين مية الورد ان شاء الله تستنونا. فمشروع مستحضات التجميل كبير جدا وافقاره كتير استنونا ان شاء الله وتابعونا. وسمحوني لو انا مش بعمل الافقار بسرعة انا بحاول اغطي كل الافقار. فيعني حامل نهاردة شيء حامل بكرة شيء يعني نستنوني كده معي وان شاء الله كل يوم هيبقى فيه فكرة جديدة بازن الله. آآ بس استنوني وصبسكرايب وفعل الجرس واشترك ولايك وكم من. وان شاء الله بمعاكم دايما في الافقار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.